موسيقى أهلا بكم إلى نشاط الاقتصاد بداية وفي طهر الديناميكية التي يعرفها السوق المالي الجزائري تنظم لجنة تنظيم عملية البرصة ومراقبتها والاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين تنظم ملتقا حول تنشيط استراتيجية تعزيز كفاءة السوق المالي بمقار البنك الوطني للإسكان حيث شكل دور الوسطاء في عمليات البرصة محور أشغال اليوم الأول الذي حضره مدير برصة تونس وعدد من الخبراء الاقتصاديين الملتقى يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المنظمة من أجل إثراء مسودة مشروع قانون السوق المالي في الجزائر لجنة معاملة البورصة عندها مخططها الاستراتيجي والسلطات العمومية وعلى رصة السيدة رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمام كبير بتطوير الأسواق المال من أجل تمويل الاقتصاد الوطني اقتصادنا الوطني هو يعرف الآن حالة التنويع ومن أجل تنويع الاقتصاد يجب تنويع مصادر التنويل والآن كنا شوفنا القرص الشعب الجزائري تخل في البورصة مستقبلا كما صرح سيد الوزير المالية للبنك تنمية المحلية وأيضا ربما شركة جيزي كل ذلك إن شاء الله سيؤدي إلى دفع السوق المالي في الجزائر شرف لنا أن نشاركوا اليوم مع شقيقة الجزائر في تفكير في تطوير السوق المالية بالنسبة للتجربة في تونس التجربة كانت تقريبا نحن نتول السوق المالية بالهيكل الجديدة امتاح عمرها 30 سنة والعام 1994 كانت تشريعات في تونس كانت تقريبا ملائمة للتشريعات الموجودة في الأسواق المتطورة مع إعادة هيكلة السوق وتنظيم تدخل كل المتدخلين في السوق نبقى مع نشاط بورصة الجزائر ونتابع الآن آخر تدولات أسهم الشركات المدرجة اشتركوا في القناة حصلت المعالجة الجمركية بمناء الجزائر للسيارات أقل من ثلاث سنوات خلال تسعة أشهر الماضية من العام الجري حيث تم جمركة 13211 مركبة كما أعلنت مصارح الجمارك عن ارتفاع حجم النشاط في مناء الجزائر العاصمة من خلال تشجيل معالجة ما يقدر بـ 852535 مركبة خلال موسم الاستياف بالنسبة لما يتعلق بجمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات وذلك في إطار المرسوم التنفيذي 23-79 بتاريخ 22-2023 فإنه نأخذ الأرقام على أساس المقاربة أو المقارنة بين 2023 و2024 في سنة 2023 تم جمركة حوالي 5122 سيارة مقابل 13-621 سيارة في سنة 2024 بفارق 8-499 أو بنسبة 166 بالمئة زيادة مقارنة مع عام 2023 أكد اليوم المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء بالجزائر أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة للتميز في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر مشيرا لأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين مجمع سونطراك وشركات أوروبية بإمكانها أن تؤسس للانتقال التقوي في الجزائر وتبرز الإمكانات المتاحة في هذا المجال كما أشار المسؤول ذاته إلى مشروع إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية والكهر الضوئية في إطار تجسيد البرلمج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة ودوره في إنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته مستقبلا في الحين الآن إليكم عرضا لأسعى سلة بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم في السياق الدولي أعلن مجلس إدارة الصندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة جمالية تقدر ب430 مليون دولار لصالح دولتين تنزانيا وموريطانيا بهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين وأفاد صندوق ذاته أن تنزانيا ستحصل على ما قيمته 265 مليون دولار في إطار مرفق الاعتمال الممدد التابع للصندوق فما ستحصل موريطانيا عن 40 مليون دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة حيث من المقرر صرف هذه المبارغ المالية بعد مراجعة البرامج الاقتصادية الحالية في كلا البلدين إلى أوروبا حيث أظهرت نتائج مسح للبنك المركزي الأوروبي تراجع توقعات التضخم في منطقة اليورو لتنخفض إلى 1.9% العام المقبل واستقرارها عند نفس النسبة إلى غاية 2026 واستنادا لنتائج المسح من المتوقع أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الجري مطابقا للتوقعات عند 2.4% على أن يتراجع العام المقبل إلى 1.9% وتوقع الخبراء الذين شملهم المسح أن يبقى معدل النمو الاقتصادي للعام الجري عند مستوى 0.7% فيما خفض الخبراء توقعاتهم للعام المقبل وهو ما يعكس بشكل أساسي تباطؤ النشاط الاقتصادي بأكثر من التوقعات السابقة إلى مؤشرات يسعر النفط في العالم والتي يبدو أنها قد فشلت في التعافي من الانخفاضات الحادة بفعل الإضرابات في الشرق الأوسط حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الإمدادات والطلب العالمي في عام 2025 هذا وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برينت بـ 1.87% وتسجل 73 دولارا و 06 سنتا للبرميل كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي بـ 2.05% عند 69 دولارا و 22 سنتا للبرميل شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا تاريخيا لأول مرة وهذا بسبب التوترات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وترقب لقرارات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن حجم خفض أسعار الفائدة وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بـ 1.07% إلى 2736 دولارا للأوقية كما ارتفعت عقود الآجلة الفورية للذهب بـ 1.01% عند 2720 دولارا للأوقية ختاما إليكم عرضا لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدنار الجزائري على الاقتصاد يا مشاهدين شكرا على كرم الإسرائي والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة